بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صلعنا محمد وعلي محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجى إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين يتبادر لأذهان البعض من المسلمين أن الهدف من القرآن الكريم هي التلاوة فقط يعني التلاوة لغرض التبرك في حين أن المسألة أبعد من هذا بكثير القرآن الكريم كتاب للتدبر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ولذلك القرآن الكريم بآياته المباركة سواء العقائدية أو التشريعية أو القصصية هي تمثل حج على البشر يعني أنا من أقرأ مو مجرد أقرأ في ليلة الجمعة وأزور المقابر وأهدي ثواب تلاوة القرآن يعني نعم أكو أكو للبركة ينشط البصر بالروايات أن الإنسان إذا يقرأ بالقرآن الكريم مباشرة وينظر في صفحاته لكن هذا جزء من دور القرآن الكريم الدور الأكبر هو دور التربية ولذلك تتلاحظ في دعاء موجود بختمة القرآن أكو بيفرد عبارة تلفت نظرنا لمسؤولية اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا أي شنو يعني حجة علينا يوم من الأيام جابوا رجل أجلكم الله شارب خمر طبعا حد الخمر حد السكر بالإسلام ثمانين جلدة يعني يجلد ثمانين فجابوه حتى يقام عليه الحد هذا الرجل اعترض بشيء قلهم أنا موم مبلغ بالتحريم ما عندي أوليات أن الخمر بالإسلام محرمة حديث عهد بالإسلام وبعده مو عارف يعني بس احنا 1400 سنة وإذا تسأل أغلب ناس لا يعرف الأحكام الشرعية لأنه يهتم بالتلفزيون ويهتم بالفيسبوك بس ما يهتم ويخصص من وقته فرد نص ساعة على الرسالة العملية للفقيه اللي يرتبط بيه ويقلده نص ساعة مو هواية يومية ياخذ لها مسألة أم خلال سنة تكمل الرسالة العملية ويصير لها فكرة كيفية الركوع كيفية السجود واجبات الصلاة أركان الصلاة مبطلاتها مستحباتها كثير من الأمور تفوتنا الآن لو تدقق وضوءنا تطلع بيه أخطاء ليش؟ ما متابعي الرسالة العملية تدقق قراءتنا لسورة الفاتحة يطلع بيها أخطاء أجزاء الصلاة المهمة من أركان من واجبات عدنا بيها أخطاء ليش؟ لأنهم ما مهتمين ذاك الاتمام بالجانب بتربية الروح فالمهم هو حديث عهد بالإسلام تقولهم أنا ما أدري أن الخمر حرام المسألة طبعا تدرون أنتم الأمور إذا وصلت إلى طريق مسدود لمن ترجع بأيام الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترجع لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا يفتين أحدكم وعليهم حاضر أقضاكم علي لو لا علي لها لك عمر لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن هاي هم يقولوها يعني مو إحنا لأن علي بن أبي طالب سلام الله عليه كان أعلم الصحابة بعموم القرآن وخصوصه وهذه حقيقة واقعة لكن المشكلة الحسد والملابسات والمصالح أدت إلى نتائج غير نتائج المعروفة وهذا عن ترى ابن شداد العبسي معروف يمكن ببالكم أنه رجل من شجعان العرب هذا الرجل العرب عندهم طريقة إذا واحد تزوج من امرأة سوداء إذا إجي الولد أسود يلحق بالعبيد بالخدم بالمماليك وإذا إجي أبيض يلحق بالقبيلة فعن ترى ابن شداد إجي أسود فألحقوا بين بزبيبة بأمة إن خلاص أنت ترى الإبل بس هذا قدر صار مضرب مثل بالفروسية فشنو صار عند عبس إذا صار عليهم غزو وسلبوا نسوانهم وسلبوا أموالهم يجون للمراعي يقولوا لا اركب واردد كرامتنا يا ابن الكرام أنت بن شداد يركب عن ترى ابن شداد حكم سيوفك في رقاب العذلي وإذا نزلت بدار ذل فرح لي وإذا الجبان نهاك يوم كريهة شيء يعني بالشجاعة معروف من يردلهم كرامتهم يلبسهم عقلهم وشعروا بالأمان قالوا لألتحق بالإبلت ابن زبيبة إلى بيت لطيف يقول ينادونني في السلم يا ابن زبيبة وعند اشتباك الخيل يا ابن العطائبي والله من تقرأ المفهوم يعني هاي شيء يتعاملون مع أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب لا أبقاني الله لمعضلتي اللي يسألها أبو الحسن مهم عمر بن الخطاب قالوا مسئلوا علي ابن أبي طالب يقولوا لهذا شنو حكم هذا يزعم أنه لم يبلغ بتحريم الخامر فقالهم الإمام طوفوا به على مجالس المهاجرين والأنصار إذا واحد مبلغ أو قاريل آية التحريم أقيموا عليه الحد وإذا ماك واحد قال أنا معلم تحريم الخامر فعليه أطلقوا سراحة وقروها علي وإذا عاد الجرم يقام عليه الحد اللهم جعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يعني القرآن للتدبر مو للبركة للتلاوة مو للثواب فقط يعني أنا من أقرأ القرآن ولا يغتب بعضكم بعضا كوني رتب أثر على نفسي وأبتعد عن أخذ الغيبة لأنه الله تبارك وتعالى يقول لللسان وعزتي لأعاقبنك عقاب لا أعذبه أحد من الجوارح يقول ليش إلهي يقول لأنك خرجت منك كلمة بلغت المشرق والمغرب فانتهك بها العرض الحرام وسوفك بها المال الحرام وسلبي بها المال يعني ملاحظ إحنش كثر ألسنتنا ما نسيطر عليها إنت تدري أنا وياك بننسولف من الصباح للليل لو أكو صحف وجرائد تكتبنش قد نملأ هذه الصحف إحنا ما ندري أمير المؤمنين سلام الله عليه الفت نظرنا يقول آه آه إن كانت هناك سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها فتقول خذوه فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته كن واحد يرتب لسانة يعني لسانك لا تذكر به عورة مرئ فكلك عورات وللناس أرسلوا فالواحد وضع من يسمع الآية الكريمة من ياخذ غيبة يوم القيامة تصير الآية علي حج له ما تصير انتقرتني بس ما أخذ أثر عني ما أثرت بيك ماذلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إيثم وأنا باقي أظن يمكن جعفر إيجي فلان مكان يمكن هاي المرة رايحة لفلان يمكن هذا من سولف عده اتشي سالفه هذان تذيش قد نتحاسب عليهم واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إيثم ولا تجسسوا تفتح إذن على الناس هذا اليوم سيارتين ببابة شو يسوون دولة سيارة ويمش عدهم هاي المرة طلعت من بيت فلان شكوا عدها مو شغلك يا أخي مو يمك اتهتم بالأمور اللي الله يسئلك عنها يوم القيامة أما الأمور اللي ما تسأل عنها جنب نفسك عنها ترفع عن أعراض الناس ترفع عن ذكر الناس إلا بكل خير فهذه المواقف تتحول علينا حجج الآيات القرآنية إذن القرآن ليس للتدبر وليس للبركة وإنما للتدبر للفهم للوعي أنا أستعد لأن آيات القرآن الكريم أعتبرها نداء الإمام الحسن سلام الله عليه من يقرأ القرآن أكو رواية يقول إذا آي بيها يا أيها الذين آمنوا يقول لبيك اللهم لبيك ليش لأن باعتباره هو مؤمن وهذا النداء من الراب إلى المربوب من الخالق إلى المخلوق فعنا المفروض أني أستلم الأوامر الإلهية الآية الكريمة هنا تشير إلى هالمفهوم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين يعني شنو حتى الإسلوب القصصي بالقرآن الكريم هذا السفر الخالد اللي إحنا نزلنا عليك ترى هذا بمصلحة بإبرة يعني إنتم لاحظ إحنا بالليل من نقعد نتعلل مثلا نسولف هذه التعلولة ما نحسب إحساب لسوالفنا بقدر ما نحسب قتل الفراغ تعشيت وبعد وقت للنوم أسير يم فلان أقعد يم أسولف شوي نتجاهد بأطراف الحديث وانتهى الموضوع لا القرآن الكريم يربينا يقول حتى القصة إذا سولفتها بمجلس لازم تهدف وراها مصلحة لازم وراها تربية مو والله إنتوا إنتوا جنابكم يش نعقد الأمور إنتوا إذا واحد يسولف لك سالفة وما بها رباط مو تنتقدة ها شنو معناه شاهد شنو إنت سولفت لي هل تصار لك نص ساعة تسولف شنو الشاهد والله ريد نضحك لا لا ماكو شي ريد نضحك حتى القصة لازم نستفيد منها لازم نأخذ إضاء وعبرة حتى المسلسل التلفزيوني من أتابعة لازم أطلع بنتيجة تعزز عنصر من عناصر الفضيلة بداخلي لوبر والدين لوحسن جوار يعني لازم تربيني فجانب من جوانب التربية ولذلك القرآن الكريم شو يقول له يقول له نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نقص عليك ماكو مانع سولف لسالفة بس السالفة لازم بها معنى السالفة بها روح السالفة بها تربية فهنا القرآن الكريم يقول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إحنا قصة يوسف الآن نتابعها مو نقرأها بس بالقرآن حتى بها مسلسل مو مسلسل موجود وهذا المسلسل أنا أكد لك نتابعه لأن بي ريحة عشق لأن بي ريحة غرام بي ريحة حب نريد نشوف النتيجة وين وصلت بي أن حب زليخة ليوسف لو ما بي عشق ما نسمعها أصلا ولا يمهن بينما هي قصة مليئة بالعبر مليئة بالدروس لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أول المشوار نقطة الانطلاق بهذه القصة هو منام مو صحي ولا جل أبوه إني رأيته هذا المنام المنامات يقسموها إلى ثلاث ثلاث أقسام قسم يسموه بشارة من الرحمن وقسم تحزين من الشيطان وقسم أضغاث أحلام ولذلك ما تقدر تبني أثر على المنام أكو مع العسف أكو نمط من الناس يقول لك أنا بالمنامات أجيت شفت المنام الكذائي واحد اثنين ثلاثة بهالتفاصيل ويريد منك كون تبني عقيدة على هذا المنام أنا شفت بالحلم فلان شي فهذا أنا أبني علي تصور وأبني علي عقيدة واحد علمان ولعله شيخ محمد عسين كاش في الغطاء رحمة الله عليه فديوم يقولون أكو واحد سوال مزار سوال بناية وقال هذا البناء للزهراء سلام الله عليها وجدت الناس تدري إحنا هم خطيئة يعني نصدق بكل شي يعني مجرد أكو شي شدنا لأهل البيت نتمسك به فودع لي الشيخ قال عمي إت هذا المزار من نسبته لفاطمة الزهراء هذا شنو مين أثار يا من وضع شنو المستمسك اللي عندك قال والله أنا بالمنام جتني فاطمة الزهراء وقالت أنا ناس قال لعم إنت بلي يقضى أنا ما أحترم رأيك مون بالمنام إنت بلي يقضى وإنت صاحي أنا ما أخذ بحشايتك مو إلا بالمنام فالشو المهم أكو منامات يسموها أضغاث أحلام شلون يعني واحد جعفر بيأكل هواية مستبرد معت يقوم يهلوس باللين يشوف يصعد وقعد الصبع ينظر الناس والله أنا شفت هذا المنام ولازم تأخذ به أكو منامات نعم محترم منامات الأنبياء هذا ما بي منامات الأولياء الكبار خلي نقول باختصار القادة الربانيين مناماتهم يعتد بها لأنهم لا يعتريهم الشيطان أما أنا يجيني تحزين من الشيطان أحيانا لكن بشارة من الرحمن مثلا ولذلك منامات الأولياء الكبار القادة الربانيين يؤخذ بها فلما بلغ معه السعية قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أنفذ لو ما نفذ إبراهيم سلام الله عليه هو على منام لكن منام ولي من الأولياء كبير من الكبار بطل التوحيد لا يعتريه الشيطان ولا تأتيه المنامات الشيطانية وإنما يجي منام يمثل الإيحاء وقعد الصبح وحط السكين على عنق إسماعيل وأخذ يذبح والأنطق الله الحديد الخليل يأمرني والجليل ينهاني وصارت قضية الذبح التي تعرفها مثلا منام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أصبح حزين واجم منفعل شنو الموضوع يا رسول الله ما الخبر قال رأيت قرد تنزو على منبري قرد تنزو على منبري ونزل وحي بذلك قرآن ثبت وهي الشجرة الملعونة في القرآن يعني استحواذ بني أمية على قمة الهرم استحواذ بني أمية على السلطة والله تبارك وتعالى عوض ولذلك إنا أنزلناه في ليلة القادر إلى أن وصل خير من ألف شهر من ترجع لجل المفسرين يقول هذا الموضوع أعطيناك ليلة القادر هي أفضل من ألف شهر ليمثل حكم الأمويين النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قبل معركة أحد رأى في منامه رؤية أن ثلم من سيفه ثلمت سيف النبي مثل منا ثلم لما ثلمت منه الثلم قال أنا أدخل معركة ويقتل جمع من أصحابي وفيهم رجل من أهل بيتي واستشهد حمزة صلوات الله وسلامه عليه وكان موقف حمزة مؤلم للنبي لأن مثلت به تأبشع تمثيل فالمهم أكو منامات يعتد بها عبد المطلب رضوان الله عليه جد للنبي يوم من الأيام جاء آتي بالمنام أتاه آتي قال لا احفر زمزم ما بين الفرث والدم عند الغرام بالأعصم أطاع علامات جاب المعاول وحفر وفعلا استخرج زمزم وزم الماء وأخذ يستخدم لسقي الحاج هذه من الكرامات عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه إذن بداية الحديث بداية بداية الكلام بداية الحركة هي كانت منام هذا المنام لما قصه على أبيه أول إشارة وأول نصيحة قال له أبوه لا تقصص رؤياك على أخوتك ليش لا تقصص رؤياك على أخوتك أكو حديث يقول أقضوا حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود إذا عندك نعمة سلا تحاول يعني تحشي كل أوراقك تكشفها قدام الناس لأنه أكو ناس مو كل الناس تتمنى لك الخير أكو ناس تتمنى زوال النعمة حقيقة ترى الحسد هو بدافع الحسد والحسد هم ما ينفع قاتل الله الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله ولعله من أولويات الذنوب التي عصي بها الله تبارك وتعالى لأنه إبليس ليش خسر حياته خسر عبادته إبليس ترى عبد الله ستة آلاف سنة ألف سنة كاملة منها ساجد بباب الجنة ألف سنة ساجد خمسة آلاف عبادة كلها أحبطت بسبب موقف حسد يعني ممكن أنا أشوفك بنعمة وأحزدك إيش عندي من أعمال الله سبحانه وتعالى يصفرها ذاك المشكلة النفس أمارة بالسوء من أشوف واحد بخير ما أتم ترى أكو غبطة وأكو حسد الغبطة تتمنى لدوام النعمة وتتمنى الله يرزقك مثله حسن ما بيه شيء لكن من أتمنى والله ما يستاهل من ينجابها شلون دبرها شلون سواها شلون الله بطاعة ليش الله وصلها هذه كارثة كارثة هابيل أيضا حسده قابيل بالتالي قتله فقال له لا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيدوا لك الإمام الرضا سلام الله عليه عندك كلام يكون نهتم به يقول لا يكون المؤمن مؤمن حتى تكون فيه ثلاث خصال الإيمان ترى موشي شكلي الإيمان إلى مقومات حتى يكتمل فالآئمة سلام الله عليه يطول نصور الإيمان يقول لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال خصلة من ربه وخصلة من نبيه وخصلة من وليه الولي منه الإمام يوم ندعو كل أناس بإمامهم خصلة من ربه كتمان السر الله تبارك وتعالى مو عند غيبيات احتفظ بها استأتر بها في علم الغيب عنده لا لم يطلع عليها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل مثل قيام الساعة الطبيعي الواحد ما أعطى بيها مجال لأحد لا نبي مرسل ولا ملك مقرب قال متى تقوم الساعة علمها عند ربي حتى النبي صلى الله عليه وآله أشرف المخلوقات بلا منازع الله سبحانه وتعالى ما اضطع علم الساعة ما تكون فالإمام الرضاء سلام الله عليه قل كن نتعلم من ربنا كتمان السر أقضوا حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمتين محسود أكو واحد مشكلة مسيحة صلفت شيء وضل الشوشير سويت اشتريت جبت أسه طبعا من باب آخر إنت تقول مو القرآن الكريم يقول وأما بنعمة ربك فحدث مو هاي ما تتعارض وي هاي لا لا ماكو تعارض أما بنعمة ربك فحدث أنك إنت إذا كنت بنعمة خلي آثار النعمة تظهر عليك شلون يعني إنت يوم من الأيام الإمام الحسين سلام الله يعني كان فيك ربلا أتوى أهل منابر كلها تعرفوها يعني مجرد نستشهد بيه استشهاد قالها زينب أنا من عندما أقتل هذول يسلبوني أنا أريد ثوب لا يطمع به أحد حتى يبقى يسترني مارد أبقى أريان بالساحة جابت لثوب من تبان التبان يعني شلون إحنا نسمي أكوك ما شعدنا شيئا نعرفو سواحل يسموه أو يعني من هذا الكريبس العادي جابت لثوب من تبان من شافة الإمام الحسين سلام الله عليه قالها زينب أنا ابن أبيكي أنا الحسين هذا لباس من ضربت عليه الذلة مو ثوبة هذا جابت لثوب من خز مزق من صدره حتى ما يطمع به ولبس تحت الثياب طبعا بالمناسبة لازل مرين ترى هذا ثوب ما بقى عليه ما بقى يعني بعضهم يقول سليب وبعضهم يقول طحنته سنابك الخيل عندما داست صدره وظهر سلام الله فالشاهد وأما بنعمة ربك فحدث يعني أنت إذا تطلع شوف أخواني أحيانا لازال جينا لهالنقطة خلنا نستفيد منها فديوم من الأيام واحد استقبل يعقوب سلام الله عليه يعقوب نبي استقبل يعقوب هذاك قال لي يعقوب مرحبا بك يا خليل الرحمن مو صار التباس لو مو التباس خليل الرحمن منه إبراهيم قال لي مرحبا بك يا خليل الرحمن خليل الرحمن خف ما تدري بالضبط يصير جد يعقوب يعقوب ابن إسحاق إسحاق ابن من ابن إبراهيم فهذا شبهه بجدة قال لي لا أنا يعقوب حفيد الخليل أنا مو الخليل أنا مو أنا شفت عليك شئب وكبير الله يساعد كل واحد الله لا يفجأكم بعزيز الله يحمي أولادكم ويقر رعيونكم بها ترى ليفقد ولد مو هين عليه هو من فقد يوسف وضع بهالشكل صار قال لي لا أنا حفيدة بس عجل علي الشيب بأسباب الدنيا مو تمام ظروفي مو طبيعية مثل ما تقول رأسا نزل جبريل تدري شو قال لي يا يعقوب الله يقول يا يعقوب أتشكوني إلى خلقي يعني أنا مو زين وياك أخواني إحنا الشكوى لغير الله مذلة ترى يعني صح أكو ناس من تقعدوا يا أنا وين من الله شمطيني لا لا أرجوكم يعني الله مطين نعم من أجل النعم ومن أولويات النعم ومن أفضل النعم هي ولاية آل محمد اللهم نصلي على محمد وعلي محمد وما بكم من نعمة فمن الله يعني واحد خليل يلتفت للنعم الأخرى مو يباوع من زاوية ضيقه أسا يشوف لشاب ما عنده فلوس ما عنده صحيح والله مؤلم تلقي لك شاب ما يقدر يشيله تليفون ما يقدر يشيله ملابس أو يبقي يعني لا يأثر على نفسيته الله مطي عفه الله مطي شرف الله مطي عافية الله مطي عائلة وأسره وإليه هوية نعم الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم الله بس لا نلتفت نضيقها بزاوية واحدة ميتة فأما بنعمة ربك وأما بنعمة ربك فحدث يعني خلي آثار النعمة تظهر عليك إذا الله رازقك لا تظلم بهذل وملابسك وصخ وملابسك مخربطة ممزقة شي وتريد تقول للناس ترى أنا ما عندي مو هشكيل مو اللهم يسلبها النعمة مثل ما طاكي إياها يقدر يأخذها مو لكن بالمقابل لا تكشف كل أوراقك أمام الناس يقول الإمام الرضا خصلة من ربه وهي كتمان السر حوائجكم أخذوها بالكتمان ترى أكو ناس سبب تخريب ستريد تخطف لك بتحلال وحقك أكو بعض ناس من يسمع بيك خربها تريد تشري لك بيت والله بس يسمع بي يروح يزود عليه أخذ تريد تشري لك سيارة يروح يقول لك ما تفيد يعني تريد تخطف لك مرة يروح يقولون ما يفيدكم لا تطو ترى أكو ناس هي طبعها طبعها هذا يعني ش تسوي له فكتمان السر أخوائج أفضل خصلة من ربه وهي كتمان السر وخصلة من نبيه وهي مدارات الناس شتون مدارات الناس يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم شي يقول للقرآن ولو كنت فضا غليظ القلب لنفض من حولك بس عند قابلية وعند استعداد لمدارات الناس خذ العفوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين مدارات الناس يوصل إلى حد الشتيمة وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة احنا ستلتة اربع مشاكلنا منين ترى مشاكلنا الاجتماعية أخواني كلها من التشنج والانفعال سرعة الانفعال هذا في اليوم نبي من الانبياء قالوا لباجر الصباح تطلع يصير عندك أمامك ظواهر أول ظاهرة أكلها ثاني ظاهرة ادفنها ثالث ظاهرة نهزم منها بس احنا يهمنا بس الأولى طلعوا الصباح شاف لفرد قمة من دخان مترام الأطراف ما إلى حد شونان قالوا لي أكلها هايش يأكلها جبل ما الدخان قام يدن 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 لما وصل وجدها لقمة سائغة طيبة شالها أكلها شحلاتها بعدين جاء التأويل خذ نوقف هنا القصة ما لنا علاقة بتكملتها جاء التأويل قالوا لهذا الدخان اللي شفت هذا الغضب ات أحيانا من تنفعل وتتعامل مع الغضب بساعته يهدك لكن أنت إذا غضبان لا تحاول تطع سابق فذنوب مجالها إذا جنت تمشي أوقف إذا جنت واقف أقعد إذا جنت قاعد استلقي حاول أن تخفف أزمة الغضب عندك بعدين تتحمد الله أنه عبر عليك هاي الأزمة وإلا ثلاثة أربعة القتل اللي جاي يصير عندنا يصحب إصلاح قتل شني لحظة غضب ما قدر يستوعبها ما قدر شوي ياخذ منها واحد يستقبل إمام الحسين سلام الله عليه بالكعبة الشريفة بالطواف قال أنت ابن أبي تراب قال بلى فأبلغ بشتمه وشتم أبيه قال شنشنة أعرفها من أغزم أمن أهل الشام أنت قال بلى قال انبسط إلي بحوائجك والله إن كنت جاء عشبعناك وإن كنت عريان كسعناك وإن كنت خائف آمناك واحد يستقبل إمام الباقر سلام الله عليه يقول لأ أنت ابن الطباخة شو طباخة قل طبيعي مرة تطبخ لأولادها يعني معيب معار قال لأ أنت ابن البذيئة تعرف جنابك شنو البذيئة بذيئة طويلة اللسان وهي أم الإمام المعصوم ومن هي من أم الإمام المعصوم فاطمة بنت الإمام الحسن سلام الله عليه فاطمة بنت الإمام الحسن الإمام الصادق يقول لم تدرك صديقة من آل الحسن بمثلها بالوراء والتقوى حتى فديوم من الأيام يرؤونها كرامة يقول مرت إلى جنب جدار قد آل إلى السقوط قبل شايفين الكبار أكو حيطان من طين تبوش من الأساس والضل رخوة على أقل هوا يصبح دعوي طايع فمرت إلى جنب جدار قد آل إلى السقوط أول ما وصل صارت هبت هوا عالي صارت جدار يهوي أشارت له بيدها قالت وجد المصطفى لا أجيز لك السقوط حتى أجوز فبقي معلق بالهوى حتى جازت هاي فاطمة بنت الإمام الحسن شي يقول لهذا الإمام الباخر شي يقول للإمام أنت ابن البذيئة بلا بربك اليوم لو بينه منصور لو بغيرهم بني مالي بغير مكان بغير عشيرة بطرف عدال إبراهيم وواحد يقول لي أنا أنت ابن البذيئة تنحل ها شي حلي تبدي الدقات العشائرية ويبدأ التهجير القسري وتبدأ المشيات والعطاوي مو هاي مشاكلنا على توافع قال لأنت ابن البذيئة قال إن كانت أمي هكذا غفر الله لها وإن لم تكن هكذا غفر الله لك لو المعلومة جايتها غلط الله يغفر لك لو أمي صحيح بذيئة طاولة اللسان الله يغفر له شنال نبول شنال خلق شنال احنا عمي بعيدين ترى شعلينهم شعار للبركة فقط ما ماخدين منهم شيء وإلا لهم تربيني بتربيتهم ثلاثة أربع مشاكلنا الدوب لا بل كل مشاكلنا الدوب تنتيها مشاكلنا الموجودة الآن الإجتماعية تنتيها لهم تخلقين بأخلاق قال محمد مدارات الناس خصلة من نبيه وخصلة من وليه وهي الصبر في السراء والضراء يعني خصلة من الإمام المعصوم أنه يصبر والصبر من الإيمان بمنزلة الرئيس من الجسد ومن لا صبر له لا إيمان له هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الصبر من الإيمان بمنزلة الرئيس من الجسد والصبر شنوه الصبر مو بس على المصيبة خاف يعني واحد يقول صبر يعني بس منصير عندك مصيبة تصبر لا لا مو معقولة يعني 181 وأصبر يعتبر رأس من كالرأس من الجسد من الإيمان لا الصبر عن معصية وصبر على طاعة وصبر على مصيبة لنعمل حر حر بني رياحي صبر عند مجتبك الرماحي صبر في حالات الجهاد في حالات المواجهة ملاعداء صبر في مواجهة النفس الأمارة النفس الأمارة تشعبها لك يعني يا أكثر ما يوصلنا الجهاد منه نفس الأمارة نفس الأمارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترجع منه سرية من الجهاد راجعة من القتال يقول مرحبا بكم رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر شيني هذا؟ قالوا لا أكو مهمة أكبر قال لا جهاد النفس الأمارة هو الجهاد الأكبر وما أبرئ نفسي إن النفس أمارة مشكلة هذه توردك المهالك وإنت مداري فمرة أصبر على مواجهة النفس الأمارة أصبر على مواجهة الأعداء أصبر على مقاومة الرذيلة الموجودة أنت ملاحظ أكو واحد مثلا اثنين شباب جعانين السرقة موجودة أمامهم واحد يسرق ويملي بطنه واحد يشج حجر المجاعة وما يأكل الحرام هل صبر له مو صبر متوفر الحرام أمامه يقدر يبوغي هاي السلحة موجودة غافل عن صاحبها أخذها أبيع حبثمن معين أسد بيها حاجتي بس أنا أذكر الله سبحانه وتعالى الله اشتت وقع يعوفه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وحقك الله يقول اذكروني شي سوي لكم أذكركم مو اذكروني خلوني على بالكم من يصير قدامك المعصية خلي الله قدام عينك من يصير عندك الحسنة خلي الله قدام عينك من تصرف تصرف خلي الله قدام عينك هذا ذكر الله اذكروني اذكروني أذكركم إحنا نذكر بالإنابة بالتوبة بطلب المغفرة وبيش يذكرنا يذكرنا بالرحمة والفيضات الإلهية زيان إذا ما ذكرناه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم بسرق يا موحدة نجح عن الدنيا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى إذن الصبر يدخل في كل مضامين الحياة ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ومن لا صبر له لا إيمان له الثقينة قل لي لا تقصص رؤياك لا تسولف لأنه أخوتك يكيدون لك بدافع الحسد الحسد ليش ليش حزده حزده نتيجة الإفراط بالحب أخواني أكو نقطة مهمة أكو شيء يصير بإفراط بالتعامل إفراط بالحب شلون فديوم أقرب لك الفكرة السجان السجان قال ليوسف قال له أنا هاي أحبك قال له أرجوك كفيني شرك يعني كلامي مو كلام النبي قال له أنا أرجوك ما أريد هالحب لأن أحبني أبي وأوصلني إلى الجب حب أبوي اللي وصلني إلى الجب وأحبتني زليخة وصلتني وين بالسجن ربي السجن وأحبه إلي أسألت تحبني وين تريد توديني أرجوك خلصني من الحب شفت الضيم من وراء الحب ليش لأنه إفراط صار به يعقوب كان يميز يوسف عن بقية إخوته إتا عندك أولاد ومن زوجات شتى المفروض التعامل شي يصير التعامل متساوي هسه ممكن واحد دولي يستحق أكثر بيبر يحترمني أكثر يسمع مني أكثر مو أكو يجيب أولادك خمو كلهم سوا فإتا هذا اللي يسمع منه عندك اللي يسمع من عندك خوئته هم تحترمه بالمقابل هالجزاء والإحسان إلا الإحسان بس يظهر التوجيهات الأخلاقية اللي نستنبطها من هذه الحادثة أنه إنت المفروض هذا الحب ما تخليه يظهر للعلن بحيث يشغل عدهم نفوسهم الشريرة شوف الإمام الباقر سلام الله عليه عليش يقول يقول إني لأصانع بعض ولدي وأجلسه على فخذي والحق ليس له زين إمام الباقر سلام الله عليه يقول أداري أقعد على رجلي والحق مو إليه ليش لأنه أخاف من أهتم بمن له الحق راح تصير شغلة حساسية مثل أولاد يعقوب وفعلا حصل النتيجة أخوهم اللي من صلبهم شاله دبوا بالبير نتيجة الحسد فلا عادة ما مقبول منك أن يصير عندك إفراط بجانب وتفريط بجانب آخر دائما الدين يريد اعتدال لا تفريط ولا إفراط لا إفراط ولا تفريط لا إهمال بالمرة ولا فضنوب تطيز زخم أكو ناس عدنى يتزوج ويجيب أولاد وتعيشوا يا عمر وتتحمل ذي شو الظروف الاستثنائية تذكروا النساء أمهاتنا ونساءنا اللي بأيام القادسية السودة وبأيام البلاء الأسود والجيش الشعبي والما أدري شنو النساء دارتوا بيوت والله العباية حمرة ونعان لاستيك ما عدها اسمحوا لي لي التعبير البسيط شخو ما يصير واحد مجرد صار الظروف عدلة وصار وضعه اختلف شوية صار عنده عانتين خو تزوج ما يخالف لكن مو ذولاك تهملهم بالمرة وإجا طفل منها الجديدة صار هو ولي العهد صار الاهتمام كله إليه والمدارات كله إليه والمحبة وذولاك ما يدري بيهم درسه وما درسه وأكله وما أكله سكنه وما سكنه شنو مصيرهم ما يدري مو هذا ما يصير هذا تحولهم تحولهم إلى عدائلة مو أخوة ماكو هذا ولي العهد الميت تنبيه بس تحط رأسك على المخدة وتموت تعال شوف مصيره شلون يصير وشلون تعملونه فالإمام الباقر سلام الله عليه عليه قل إني لا أصانع بعض ولدي وأجلسه في حجري والحق ليس له ليش حتى أحفظ التوازن بالمحبة ما بينهم لا إفراط ولا تفريط وعلى هستدقل لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مو كان يهتم بفاطمة الزهراء اهتمام منقطع النظير مو يشبع جبهتها لثما وتقبيلا لا لا يقبل يدها عندك ابنية بوسيدة كان النبي يقبل يد فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم يقل لك أن فاطمة لأنها بنت الوحيدة لو إياها بنات بعد لسمعنا اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهن ما ممكن لازم يراء المشاعر لازم يداري حتى ليس يتحول حسد لفاطمة بمقدار حسد أبناء يعقوب ليوسف لكن لأن فاطمة هي الوحيدة الله تبارك وتعالى أعطاها ووهبها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليكون الامتداد الطبيعي منها فصار انصب اهتمام النبي بعد وصل الحال قال فاطمة أمه أبيها يعني أتبرها هي الأم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هسا من تجي إلى أبناء يعقوب وصار أجهم الحسد لاهتمامات يعقوب وتفريطه بحبي يوسف سلام الله عليه أكو مواقف أحياناً من توصل يمعال البيت تتوقع أن أهل البيت ينافسون الأنبياء يعني تتوقع أولاد يعقوب بيت نبوة أبناء يعقوب يعقوب نبي ابن إسحاق إسحاق هم نبي ابن إبراهيم بطل التوحيد يعني بيت نبوة هذا بيت النبوة وإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا شنو لفي ضلال مبين يعني هاي الشطحة مو هينة أبوك يعقوب نبي وتقول لها لفي ضلال مبين تيجي إلى بيت علي بن أبي طالب تلقي سبحان الله ينافس الأنبياء بها المواقف شو نتطور ونوصل نفسنا لهذا المقدار شو نقدر ننهض بنفسنا ونأخذ من أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب عند أولاد من نساء شتاء أخويتكم فكرة مو أمير المؤمنين عنده هو ما تزوج بحياة الزهراء عليه السلام لكن عندما حضرتها الوفاة هي أوصته قالت لابد للرجل من زوجه هذا واقع حال أنت إذا تزوجت عليك بأمامه اللي هي قريبة مني وتكون لأولادي مثلي ولذلك يقول كان لا سبيل لفراقها لأن زواج منها بوصية من فاطمة سلام الله عليها واجعل لها ليلة وللحسنين ليلة تزوج من أمامه ثم تزوج من بعدها إما سبع نساء أو تسعة لأسباب أسباب موضوعية أبداً علي بن عبي طالب سلام الله عليه لا يتفكه وإنما لأسباب موضوعية اختر ليه امرأة لعلي أصيب منها ولدي ينصر أسباب مو مو سبب زواج وتفكه أرد أقول أنا عندي أربعة عندي خمسة عندي ستة لا أكو سبب الإمام صاروا عنده أولاد من زوجات شتة من تشيل هذا الموقف إنه أبانا لفي ضلال مبين وتشوف موقف آخر كان الإمام علي يهتم بالحسنين اهتمام مميز عن بقية أولاده بحيث بصفين كان يصيح بالقتال احبسوا عني ولدي رسول الله بس احبسوا الحزن والحسين يوم من الأيام بمعركة الجمل بالبصرة جاء باللواء أعطالي ولده محمد بن الحنفية قال له اضرب به ضرب أبيك تحمدي لا خير في الحرب إذا لم توقدي ودخل حقيقة بيض وجهه بالقتال فمن الرجاع قالوا له حضرت للخامس ترى ما يخلوا منه زمان خافت ما تدري أكو ناس ديدن هالنفاق والعياذ بالله وحتى من يسولف لك الثلاث صدق بيه لأنه وهم يسولف عليك إخواني أرجوكم مو عبالك هذا محب ومخلص والله لو محب ومخلص ما يصير نمام اجوا لمحمد بن الحنفية قالوا له أما ترى ترى أباك علي يحبس الحسنين عن القتال ويلقي بك في لحوات الحروب ما تحس يعني ما يحبك ما يريدك يريدك بس تموت قالهم الحسن والحسين عيناه وأنا يمينه والرجل يدافع بيمينه عن عينه حسن والحسين عيونه وأنا سئيده اليمن اللي يشيل بها السيف شي يعني قالوا إنا أبانا شنو لفي ضلال مبين ما قال إن أبي لفي ضلال مبين قال أنا إي دليمنا اللي يشيل بها السيف ونا هيك خير دليل عن كربلاء كربلاء العباس سلام الله عليه هيا أولى أمان هيا أولى امرة أو ضمنه للامرة الجيش والأمان من القتل وإجى شمر ابن ذالجوشن أين بنو أختنا أين العباس وأخوته وأطرق العباس حياءا من الحسين مستحي قال له اركب وانظر ماذا يروح لأبو فاضل شوف نزل إليه ما تريد قال له هاي العصابة مقتولة والحسين لابد أن يقتل وأنت لك الأمان وأنت الأمير على الجيش استعال تحول بجانبنا وإنت ابن أختي وما يصير تموت وأنا حبيت أن أخذ لك أمان من الأمير تيش يقول لي أأترك من خلقني الله لأجله وأن أولاد يعقوب خليجون يتعلمون من العباس مو خليتعلمون من العباس أأترك من خلقني الله لأجله وأدخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء ثم أنت تقول لي شوف شوف الله أشهد أنك مضيت على بصيرة من أمرك بصيرة 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 شوف ماكو طبعبية أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك يقول لي أنت تقول لي لك الأمان لأن أمك فاطمة بنت أسد يقول لي لو ملأت الدنيا بمثل أمي لكانت فاطمة بنت محمد خير منهم هذه ثانية أما الثالثة تقول لي العصابة كنت موت ردخلصك من الموت أتخوفني بالموت وأنا المميت خواض المنايا قال وعنان الجواد ورجع بس أطلق عليها الرسالة بعد ما احترم رجع عنا من رجع عنا أكو مرة كانت واكفة بباب الخيمة هاي المرة خاف عبالك أخت العباس زينب ترى زينب مو أخت العباس زينب أمه زينب زينب من ولد العباس سنة 26 للهجرة خلطيك هالمعلومة عمر ان ولد العباس 26 عمر زينب 21 سنة مو فزينب أخذتها من أمه معدكم ببيوتكم ابنية عمرها 20 25 ويجيها أخو مو هي تتبنى هي تربي جابت يوم لأبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو على عضدها قالت لابوية أنا عندي أخوة الحسن والحسين وعندي محمد المعروف وعندي أخوة بعده بس ما لي أرى قلبي تعلق بهذا الغلام أشوانا استحوذت علي أخذت من أمه قالها زينب تعلقي به إنه كفيلك وستخرجين من المدينة بكفالته ولكن ترجعين وأنت خالية منه قالت أبا يتركني أم أتركه قال لا زينب تتركينه على المسنات مغطوع على يديه هسا إذن يفهمنا أم وأخت ومربية من ألوى عنان الجواد ورجع شاف هباب الخيمة زينب نادته إلي إلي أريد أن أحدث أريد أن أحدثك قال زينب حدثيني لقد حلى وقت الحديث قل يا عباس يا عباس ريض لعلى هونك ويشعدوا معدائك يناشدونك أنا لوني تغير وحقلونك ويخاف من خيئك يفردونك وهعضي أييدك وقرت عيونك يقل يقل يا زينب جي تظني إنا نروح وخل عضي يدي الحسين وعينا أجل تنجل بصوب ألا رد بشماء دون الإيمين إذ قل أنا خايف أنا خايف لد قول المدري يا عباس يا صيوان خدري خويا أنا خايف إنتك ستري ولذلك الحسين لما رجع من العلقمي بعد ما استشهد أبو الفضل العباس أول أول خيمة يدخل قيمة الحور زينب قالت لليش رديت وحدك أبو علي وين قمر العشيرة وين الكفيل قال زينب عظم الله لك الآجر تركته على المجرع مقطوع اليدين همت أن تخرج وضع يده على منكبها زينب لا تشمتي من الأعداء إذ قل أنا رايح أنا رايح العباس قل أنا رايح العباس قل نومك يا خيم محل أنا رايح العباس جعد ورش بشفو ففو زند وقل أقل الحرم طاقت بشدة أخو يا حملي وقع ياه ليس ند هذه نساؤك من يكون إذا سرت بالأسر سائقها ومن حاديها يا الله اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك بفاطمة وأبيها وبعنها وبنيها فارج عنا يا الله آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير اللهم احفظ وأيد وسدد علماءنا اجعل بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات اللهم شافي كل مريض اقضي دينا كل مدين فارج عن كل مكروب اللهم وفق شبابنا لما فيه خير الدنيا والآخرة اللهم أصلح حالهم اللهم يسر على العزاب زواجهم اللهم ارزق المتزوجين ذرية طيبة طاهرة موالية اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية المؤسسون تقبل اللهم عملهم بأحسن القبول وإلى أماتهم مع أمات الحاضرين والسامعين ومن مات على الإيمان نهدي لجميع ثواب الفاتحة مسبوقا بثواب الصلاة على محمد وعالي محمد